موسيقى اصدى الله ومساكم بكل خير صدى مجلس الشرى مجاددرنا الاثنين هجوما من قبل ميليشيات الكرمة على جنوب المدينة بحسب مصدر من المجلس واكد المصدر للتنصح وقوع ثلاثة جرحة من ميليشيات الكرمة في الاشتباكات بمحور الحلة جنوب شرقي المدينة طلب عدد من ابناء قبيلة العواجير بمنطقة المبني شرق بنغازي ميليشيات الكرمة بالفراج الفوري عن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فراج جعيم على عواجير في بيان المصورة لحد دعوا قبائل برغة بتحديد موقفها مما وصفوا بجرائم السرقة وحرق وهدم أملاك المدنيين على يد ميليشيات الكرمة مستنكرين في بيانهم هدم عناصر تابعة لميليشيات حفتر بوابة برسس أكد عضو الهيئة التنسيسية للصياغة الدستور نادي عمران لاحظ أن مشروع قانون الاستفتاء الذي يسوت عليه ما يسمى بالعلاء للدولة جاء نتيجة لتواصل أعضاء الهيئة المستمر مع أعضاء المجلس أضفت عمران في تصريح صحفي أن مجلس النواب المنحل ملزم بإصدار قانون الاستفتاء مشيرة إلى أنه يتحجج بالقضاء لعدم إصداره لقانون الاستفتاء بناء على الحكم الصادر من محكمة البيضاء وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال شهر ديسمبر الماضي وقوع ستة إصابات في صفوف المدنيين بينها خمس حالات وفاة إصابة واحدة بجروح مشيرة إلى انخفاض معدل ضحايا الأعمال العدائية في ليبيا للشهر الثاني على التوالي أشرت البعثة في تقرير الآلاثنين إلى وقوع سبع إصابات إضافية نتجت عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك مقتل عميد بلدية مصرة محمد أشتوي لفتت البعثة إلى أن معظم الإصابات في صفوف المدنيين قد نتجت عن مخلفات الحرب من المتفجرات مطالبة بإجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى لإثبات لأعداد الضحايا إلى هنا انتهى الموجز مشاهدين في أمان الله